اكتر حاجة استفزتني اخر 3 ايام موضوع صحيح دي سامير ده وقابليه موضوع قناة السويس في الشأن المصري بقى انا بديك يا مثال يعني اللي احنا ازاي نتجرجر وارا كلام فارغ ونحوله الواقع ونزيد فيه ونعلق ونتكلم ونعمل نفسنا فهمي احنا مش فهمين حاجة وموضوع قناة السويس وبيع قناة السويس تخيل يا انت بتعمل صندوق لقدارة شؤونك في قناة السويس وتيسير الاستثمار في قناة السويس تقوم انت يخش ناس تزيد وللأسف فيهم ناس كمان مثقفين وفيهم ناس مفترض يبقوا فاهمين لكن الناس بتاخد من ايه من برة لكن حد شاف القانون ايه ولا حد تطلع عليه حد شاف جلسات مجلس النواب انا بتكلم حتى بصفة نائب بقى مش بس اعلامي يعني ولا حاجة ولا حد بيبص في الكلام ده عشان كده النهاردة ولا مبارح ولا تساعات الاخيرة عمل بيان مجلس النواب البصاشار حانف جبالي بيان عنيف جدا الراجل بيقول في بيانه انه مش مصدق رئيس مجلس النواب بيقول انه مش مصدق ده انت حتى ما تشوف هو بتكلم ورق اكشناته حتى هو ده البيانة جماعة تجيبته من ايه ده انا قلتلك عايز جون سافي وما جيبتهوش عايز من التصافي وما جيبتهوش طب رابع عليكم اهو الراجل نفسه هو بتكلم مش مصدق انا عايز يا جماعة عشرين ثانية بس زي له عشرين ثانية هعلو لي كده عشرين ثانية هعلي الصوت كده سواء بالوسائط الاعلامية المختلفة او على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم ثلاثين لسنة الف وتسعمائة خمس وسبعين بنظام هيئة قناة السويس والذي ينضوي على انشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولقد هالني ما رأيته وسمعته امس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من ان ما تضمنه مشروع القانون من احكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال اصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطا في قناة السويس وازاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الامر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن اناس لهم مكانتهم العلمية انا بس وبالصدفة يعني هما جابولي حتى الحتة اللي انا يعني البيان انا مش عايزة يعني مش عايزة زرع البيان وبين واقول لس الدولة اللي يمكن تفرط في قناة السويس عشان ده اصلا كلام عيب يتقال عيب كلام يتقال اصلا الدولة المصرية ما تفرطش في قناة السويس ده بحكم الدستور والقانون والقوانين وكل حاجة اولا القانون ده حتى لسه ما انتهاش ده لسه بيتناقش انا كنت بكتب وراء المساشار حانف جبالي بقولك لقد هالني ايه 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 مش مسدق يعني راجل زهل طبعا الشبيحة اللي برة ياخدوا الشائعة زي دي وتك تك 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 ويشتغلوا عليها يعني هل يجوز ان احنا نصدق هزا الكلام هل يجوز كده في قانون بيتكلم عن صندوق لادارة استثمارات قناة السويس بيع ايه يهبل ياللي بتقول بيع بيع ايه هل ده كلام اساسا يصح ان احنا ننقشو يعني محد يكتب الكلام ده على السوشيال ميديا مش واجب علينا احنا كمواطنين بعيد عن اي حاجة بقى سيبك بقى من الغلاء والكاوة والظروف الاقتصادية الصعبة اللي موجودة في الدنيا كلها وكل الكلام ده لكن هل يجوز ان احنا نسمع الكلام ده ونصدقه او بعض الناس وقليلين يعني وينصقه وراه ده قانون صندوق لادارة استثمارات قناة السويس لا في مساس بقناة السويس ده بحكم القانون ما فيهش هزار لا في مساس بمقدرات قناة السويس ولا بامتلاك مصر بقناة السويس ولا مساس بقناة السويس عشان هي من اموال الدولة العامة ما فيهش هزار عندنا مشاكل اقتصادية اه وده موجودة في العالم كله طب انا هrirيكم حاجة دلوقتي عشان اختب الكلام هوريكم إحصائية نازلة مبارح ولا نهاردة الصبح على سكاي بيزنس خاصة بالتزامات بعض الدول الأوروبية والدول في العالم بالأسعار الزيادة في الطاقة كام واللي عملت أزمات عندها بأني شكل نشوف بص يا فندم ألمانيا ألمانيا مش هقولك بقى يعني ده إحدى الدول العظيمة في العالم ألمانيا أعز أكبر دولة في أوروبا مع أنجلترا حجم الإنفاق دلوقتي على الطاقة بص زاد 280 مليار دولار الطاقة ده اللي هو الغياز والبترول والكلام ده بعد الحرب بتاعت روسيا وأوكرانيا 280 مليار دولار النسبة من الناتج الإجمالي اللي هو نتج إرادات الدولة 7.4% إرادات الدولة السنوية بقى في 280 مليار دلوقتي زياده عشان الطاقة نسبة الـ 88.4% بريطانيا 103 مليار دولار زياده في حجب إنفاق الطاقة 3.5% من إراد بريطانيا ناتج إراد بريطانيا في السنة إيطاليا 96 مليار دولار 5.1% فرنسا 73 مليار دولار 2.2% هولندا 47 مليار دولار 5.1% إسبانيا 41 مليار دولار 3.2% 5.2% من إرادات الدول العظيمة قوي دي الكبيرة قوي دي هولوكم على حاجة أنا كنت بعتلكوا يا شباب من كام يوم حاجة خاصة بالـ أنا متأكد حاجة خاصة ببيع الأسلحة في العالم ومين أكتر يعني دولة مستفيدة من حالة الأزمات اللي موجودة في العالم كل أنا بعتها لكم بس أنا متأكد إيه إن هي تهت لأننا فعلاً بعتها من فترة يعني بس أنا بعتها لإيه وبعدين بصراحة تهت في كاس العالم أنا كنت عايز أعلق على الفكرة إن أكبر شركات كسبانة من الحروب اللي موجودة في العالم هي الشركات الأمريكاني أنا نفسي أجيبها لكم والله دلوقتي ما عرفش راحت فين ليه بقى الشركات الأمريكاني بيقولك حجم المكاسب لشركات السلاح في أمريكا وفي بعض الدول التانية زادت بنسبة فوق لـ 40 مليار دولار تفهم على طول إزاي العالم الخارجي بيلعب أو الأمريكان أو الدول اللي هي عاملة نفسها عظمة دي بتلعب بالعالم الكرة لتؤجج سراعات في المناطق وتبيع قصادها سلاح زي ما عملت عندنا كده في الخليج وبتعمل في إفريقيا وبتعمل دلوقتي في آآ 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 ما إحنا عارفين إن فيه أزمة وعارفين إن العالم كله فيه أزمة والأوروبيين نفسهم في أزمة ضخمة جدا والأوروبيين نفسهم بيتهموا الأمريكان إنهم أكتر ناس مستفيدة من الأزمة دي أنا كان نفسي أجيب لكم بتاعة السلاح دي لأنها منطقية جدا جمدة جدا والله العظيم وروني كده اللي أنا بعتلكوا دي الأوروبيين بيتهموا الأمريكان بإنهم أكتر دولة مستفيدة من آآ الحرب الأوكرانية الروسية هو أمريكا بيتكلموا كمان إيه من ناحية المادية حيتان آآ بتهم التحقيق أرباح من أزمة أوكرانيا أوروبيون يفتحون النارة على أمريكا سياسة إيه بقى سياسة الحوت اللي يبلع أي سمك عشان يشبع مفهاش يصار أم في الآخر عايز أقول إيه أنت بتروح للشائعات وتروح للكلام الغير الأخلاقي وتسمع الكلام كلام الفارغ اللي هو على الأرض الواقع مش موجود وبتتكلم على الدولة المصرية اللي هي اللي هي بوس سيد أي حد في الدنيا الدولة المصرية مهما كنا مأزومين بس في حاجات لازم نبقى فاقى مصريين أنا والله بتكلم وشايف النعيه بتكلم في الموضوع ده لا يليق بالدولة المصرية إلا أنا أطلع أقول لا ده مش هنبقى قناة السويس هرجع تاني الموضوع عايزين نبطل نمشي ورا الشائعات والأكاذيب والكلام غير الأخلاقي ينفع وعد زي ساعد السمر وقل عليه كده والله العظيم أكتر حكتين ألموني جدا في الساعات الأخيرة دي الموضوعين دون شوف موضوع قناة السويس عشان بلدي وأنه ما يليقش أن في ناس ممكن تتجرجر للأسف للكلام ده لدرجة يطلع مجلس النواب يعمل بيان رئيسه وهو في هذا الحزن مجلس النواب المصري يقول المصريين ماينفعش تسمعوا الكلام دعيب ومترجرجروش ورا العيال اللي بره ماينفعش مايلقش أنت بقى أنت عايز تنمي وعايز تكبر وعايز تعمل استثمارات وعايز تعمل تدفق خارجي وإرادات بالدولار فأنت بتكبر لكن مش بتبيع معين عايز أقولك إيه أكبر مينة في انجلترا مش بتاعت انجلترا لكن ملناش دعو ملناش دعو مش بتاعتهم أصلا مش حتى بتديرها شركة مش انجليزية لا دا متباع ملك ناس من بره مش انجليز ملك لكن ملناش دعو احنا بنعملش كده دي أموال عامة تمتلكها الدولة المصرية مفهش إظهار أنا بس حبيت إيه أقول الكلام ده عشان لا ننساق مع التصرفات الجرية الأخلاقية ولا مع الشائعات المغرضة وما يلقش على لعيب مهما مش لازل بقى ساعدة سامير اللي كان بلعب في القال وكان كابتن القال إن شاء الله يكون أقل لعيب عندك دليل واضح وبين وملموس اتكلم في الضمير والأخلاق